فم سليم جسم سليم شعار اليوم العالمي لصحة الأسنان الذي تحتفل به موريتانيا على قرار المنظومة الدولية منظم من طرف وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إن مراض الفم والأسنان تعتبر وحدها مشاكل الصحة العام حيث تعتبر النخور السنية مراض الطفولة المزمن الأكثر شيوعا إذ نجد أن 50% من الأطفال بين 5 إلى 9 سنوات لديهم أكثر من نخر أو ترميم سني وترتفع هذه النسبة إلى 78% في سن السابعة عشر ونتيجة للانتشار الكبير لهذه الأمراض تضيع سنويا 51 مليون ساعة دراسية وبخصوص بلادنا كانت آخر الإحصائيات التي أجريت عام 2002 قد بيّنت أن نسبة انتشار النخور السنية في الوساط المدرسي تبلغ 79% اليوم العالمي للصحة الفم والأسنان تضمن تخليده في نواكشوت تقديم بعض العروض ركزت على توعية المواطنين بخطورة التدخين إضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية في الأيام القادمة لأطفال المدارس التعليمية في العاصمة نواكشوت على تفادي العوامل المدمرة لصحة الفم والأسنان بموريتانيا المعنى الفم هو بداية المدخل الأطعمة للجسم وهو فيه تنفس فيه الكلام فيه النطق فيه الجمال فيه كل شيء وتنتج عنه كثير من المشاكل إذن فلنهتم بالفم ولذلك فنحن في صدد حملة وقائية من أمراض الفم والأسنان نقوم بها حاليا في مدارس البشدائية ونشجع الأطفال على تعلم كيفية السواك كيفية تنظيف الفم قبل النوم كيفية الامتناع عن الأطعمة التي تتناول كثير من السكريات وتعتبر أمراض الفم والأسنان من أكبر التحديات التي ما زالت تواجه المنظومة الصحية في العديد من دول العالم وخصوصا في موليتانيا التي تنتشر فيها اللهرة بشكل أكبر بصفوف الأطفال حسب آخر إحصائيات أجريت عام 2002